فيما مضى لمن ما كان عندهم سلاح ما عندهم إلا سلاح الإيمان الواحد بيربط حزام ناسف يعني على خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه هذه اختلف فيها أهل العلم المعاصرون والذي أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مضاركة صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى عدن وفي جنات النام يقول السائل هل تجوز العمليات الامتحارية وعين هناك فروق لسلحة هذا العلم لا ولا قوة إلا بالله ما تبيع الحياة شو له تعمل الامتحار الله جل وعلا يقول وَلَا تَقْتُلُوا أَمْهُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا فلا يجز الإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد فهذا طيب أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجز وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه قتل فقال الناس يثنون عليه ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار ألا قبلا يموت قالوا ما أبلى منا هو جرح فقالوا ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فصعد ذلك على الصحابة كيف هالإنسان لقاتلوا ولا يترك من الكفار أحد إلا تبعه وقتله يكون في النار فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعد ما جرح ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض يعني وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل عليه وقتل نفسه تحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن الرسول لا ينطق عن الهواء لماذا دخل النار مع هذا العمل لأنه قتل نفسه ولم يصبر ولا يجد الإنسان أنه يقتل نفسه نعم